نعتذر عن الإيصال مبارح من تجاوز على ثنيا قد التجأوا للمدرسة لم يخطأ الكاظم بحق مدير التربية ليعتذر بل هو اعتذار بعنوان المسؤولية اتصال اعتذار عن حادث عابر لا يمثل رسالة القوات المسلحة السامية من هاتفه الشخصي يجري الكاظم اتصالا ليس الأول من نوعه وهي دلالة يضعها المتابع بالحسبان فالقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحكومة لا يغفل عن دقائق قد تكون من جملة استراحة عابرة ضمن جدول اعماله المكتظ يوميا فيشغل ما تبقى من وقت قصير ليقصر المسافات بينه وبين اي عرض قد يحدث للعراقيين حدث هذا من قبل لكن هذه المرة فان الاتصال تثمين لاهمية العلم وكيف لا وقد كاد المعلم ان يكون رسولا كما هو التعليم الذي يبني مستقبل الجيل العراقي الاتصال بمدير تربية ذيقار لإصال رسالة وطنية ان ما حدث لا يمثل القوات الامنية وهدفها الوطني بعد ملاحقة عناصر لطلبة محتجين اشاركوا في التظاهرات الاتصال هذه المرة اتصال اعتذار او كما تفعل النشطاء من الصات التواصل ان الاعتذار من شيم الشجاعة فالمشاهد لانتهاج الكاظم اجراء اتصالة هاتفية لأحداث هنا وهناك قد لا تكون الاخيرة جسالة ثابتة في نهج الرئيس يريد له ان يكون ثابتا في اذهان المواطن وراسخا يعكس حس المسؤولية التي افتقدها العراقيون منذ زمن السليق بحقوقنا هم اتمنى اكون كل توفيق وبكل تأكيد التعليم الاهتمام خاص الدولة يبنيها